مرحبا بكم حسب بعض الدراسات فإن زواج الأقارب يورث ما يقرب من 82 مرضا مثل الإجهاد المتكرر واليعقات المتعددة ومرض زيادة الحديد في الدم ومرض ضمور عضلات الوجه ومرض الأورام المتعددة بالقولون ونقص وزن المواليد وغيرها من الأمراض في هذا المقطع سنتعرف على الأسباب العلمية وراء خطورة زواج الأقارب تذكير دعمكم بلايك للمقطع والاشتراك بالقناة يساعدنا كثيرا شكرا لكم تعتمد خطورة زواج الأقارب في نقل الأمراض الوراثية الناتجة من عاملين وراثيين متنحيين على نسبة انتشار العامل الوراثي المراضي المتنحي في المجتمع كلما كانت هذه النسبة أقل في المجتمع كان زواج الأقارب يسبب نسبة أعلى من تلك الأمراض الوراثية المحدودة والمعينة من زواج الأباعد كما يعتقد البعض أن زواج الأقارب يقتصر على الدول العربية فقط لكنه منتشر في العالم أجمع فمتوسط نسبة زواج الأقارب تصل إلى 10% وتنتشر في العديد من البلدان مثل الهند واليابان ووسط أفريقيا وأمريكا اللاتينية بل من الغريب جدا أنها تنتشر في أوروبا في بلدان مثل إسبانيا لكنها منتشرة بكثرة في الدول العربية لأن بين كل زيجة مقابلها حالة زواج أقارب فحظيت الأردن بنصيب الأسد في زواج الأقارب فبلغ 32% من نسبة الزيجات وأتات السعودية في المرتبة الثانية بمعدل 31% تليها العراق في المرتبة الثالثة بنسبة 29% وبعدها الإمارات بمعدل 26% وبلغت البحرين 21% أما مصر فهي في المرتبة الأخيرة بمعدل 11% رغم ارتفاع معدلات زواج الأقارب في بلدان العالم المختلفة والتي تبدو صادمة إلا أن التوعية الصحية التي انتشرت في العالم عن أضرار زواج الأقارب حدت من انتشار هذا النوع من الزواج خاصة في البلدان العربية وبالرجوع قليلا إلى علم الوراثة سنتعرف عن الخطورة وراء هذا النوع من الزواج حيث تأتي جيناتنا في أزواج لكل فرد زوج من الجينات ويحصل الطفل على نسخة واحدة من جينات الأم ونسخة واحدة من جينات الأب لنتخيل معا أن هناك جينا سيئ لدى الأم إذا أنجب طفلا من شخص غريب صحي فإن هذا الطفل ستكون لديه فرصة أقل في الحصول على الجين السيء لأن الجينات الوراثية للأب السليم ستنتقل إليه أما إذا كان كل الوالدين أقارب فإن فرصة انتقال الجين السيء ستزداد تحرم العديد من الثقافات زواج الأقارب والسبب هو المخاوف الوراثية والأمراض الموروثة حيث يواجه الأطفال الناتجون عن زواج الأباعد إعاقات خلقية بالنسبة 2 إلى 3% بينما الأطفال الناتجون عن زواج الأقارب فإن نسبة الإعاقات الخلقية تكون ما بين 4 إلى 6% قد تكون هذه النسب قليلة جدا لكنها بالفعل تؤدي إلى العديد من المشكلات إذا استمر زواج الأقارب من نسل واحد أعدة مرات بالرجوع قليلا إلى التاريخ فقديما كان التشجيع على زواج الأقارب أمرا عاديا والسبب وراء ذلك هو الحفاظ على العائلات الملكية لأنه في العديد من العائلات المالكة يفقد الشخص حقه في العرش لو تزوج من شخص عادي قد تم تشجيع الملكة فيكتوريا على الزواج من ابن عمها الأمير ألبيرت وذلك للحفاظ على النسب الملكي وتشكيل تحالف سياسي وأنجبا تسعة أطفال واليوم يمكن العثور على أحفاد الملكة فيكتوريا في العائلات المالكة في النرويج وروسيا والسويد والمانيا واليونان وإسبانيا كانت تحمل الملكة فيكتوريا مرض الهيموفيليا وكان حد جيناتها حاملا للمرض اضطراب عدم تجلط الدم بشكل طبيعي وعلى الأرجح أنها ورثت هذا الجين من والديها حيث إنهما كان قاربا أيضا والتي بدورها نقلته أيضا إلى أبنائها حتى إن هذا المرض كان له أثر أيضا على أحفادها حيث توفي أكثر من ستة أحفاد منهم بسبب هذا المرض أيضا الملكة إليزابيثة الثانية والأمير فيليب هما أيضا أبناء عمومة ومن الدرجة الثالثة من طرف الملكة فيكتوريا من بين العلماء الذين قرروا الزواج من أقاربهم هو تشارلز داروين الذي اشتهر بكونه عالم طبيعة وحية قدم لنا نظرية التطور في سن التاسعة والعشرين بدأ داروين يفكر في الزواج وقرر طلب الزواج من امرأة عرفها طول حياته وهي ابنة عمه الأولى إما ويجوود وقد أنجب عشرة أطفال ثلاثة منهم ماتوا قبل سن الحادية عشرة وأيضا تزوج ألبيرتينشتاين العالم المشهور بابناة عمه إلزا لوينثال لكنهما لم ينجب أطفالا قد أوضحت أيضا بعض الدراسات أن سلالتها بسبورغ الأوروبية قد هيمن عليها زواج الأقارب من النمسا إلى إسبانيا في القرنين الخامس عشر والسابع عشر وأشر الباحثون إلى أن زواج الأقارب انتهى من سلالتها بسبورغ وذلك بسبب عدم تمكن تشارلز الثاني من إنجاب وريث الله وأوضح صاحب هذه الدراسة أن أسرتها بسبورغ كانت واحدة من أكثر الأسر نفودا في أوروبا لكنها اشتهرت بزواج الأقارب والذي كان السبب في سقوط الامبراطورية في نهاية المطعف كانت هذه الأسرة لديها شيء مشترك يجمع بينها وهو شكل الفك الواحد وهذا سببه زواج الأقارب قام الباحثون بتوظيف عشرة جراحين متخصصين لتعرف على فك هابيسبورغ خلال ستة وستين صورة لخمسة عشر عضوا من الأسرة الحاكمة وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة إلا أن ملامح وجههم مرتبطة ببعضها البعض وقد طلب من الجراحين تشخيص أحد عشر سمة من سمات فك عائلتها بسبورغ فكان فك العائلة أكثر وضوحا في فليب الرابع ملك إسبانيا والبرتغال وأيضا أفراد أسرة ماكسيميليان الأول وابنته مارغريت في النمسا وابن أخيه تشارلز الأول من إسبانيا وحفيد تشارلز فيليب الرابع وتشارلز الثاني إلى جانب السمة المشتركة بين عائلتها بسبورغ وهي بروز الفك كان هناك أيضا عدة أمراض توارثتها العائلة من بينها الاكتئاب والنقرس والاستسقاء والصرع ومن أكثر الأشخاص تشوها في هذه العائلة هو تشارلز الثاني ملك إسبانيا والذي لم يكن قادرا على حكم إسبانيا بشكل مناسب ليس بسبب منظره القبيح وتشوه فكه بل أنه كان مشوها جسديا وفكريا أيضا هذا التشوه كان نتيجة زواج الأقارب الذي دم لمدة 16 عاما ومن الواضح جدا أن تشارلز كان عاجزا ولا يستطيع الإنجاب وعلى الأغلب كان مصابا باثنين من الاترابات الوراثية فمن المرجح أنه كان يعاني من نقص هرمون الغدة النخامية وهو ما جعله قصيرا وعاجزا وضعيفا كما سبب له مشاكل في الجهاز الهضمي أما الاتراب الآخر فكان الحامض النبيبي الكلوي وتظهر لدى المصاب أعراض واضحة مثل وجود دم في البول وضعف العضلات ورأس كبير بشكل غير طبيعي مقارنة بباقي أعضاء الجسم والمفارقة المثيرة للسخرية هي اعتقاد عائلتها بسبورغ أن نسلها لن ينجو إلا بزواج الأقارب هذه الفكرة التي استمرت على الأقل قرنين من الزمن كانت هي السبب أيضا في فشل العائلة في الحصول على وريث للعرش وانتهاء عهدها بعد الحرب العالمية الثانية أجريت دراسات حول زواج الأقارب في اليابان أظهرت أن معدلات الوفيات لدى الأطفال في سنة الأولى من عمرهم يرجع إلى زواج الأقارب كما أن زواج الأقارب كان مرتبطا بزيادة بنسبة 37% في خطر إصابة الطفل بإعاقة وفي القرن العشرين أصبح الناس متخوفين للغاية من زواج الأقارب وانخفضت نسبة زواج الأقارب إلى أقل من 0.5% في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وعلى الرغم من كل هذه الأمثلة الإحصائية إلا أن هناك أشخاص يتزوجون من أبناء عمومتهم وأقاربهم بشكل عام دون النظر إلى الآثار المترتبة عن ذلك